اشتركوا في القناة 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 مع رئيسه خالد المشري باللفظي ليأتي المشري لاحقا ويمهل مجلسه خمسة عشر يوما للرد على البرلمان بشأن ملف القاعدة الدستورية للانتخابات فما هي دوافع هذا التراجع يقول البعض ان النشاط الدبلوماسي الكثيف خلال الايام الاخيرة كان وراء سيولة المواقف ولعل زيارة مدير الاستخبارات الامريكية جددت موقف واشنطن المعلنة قبل اسابيع وحثها على البحث عن آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات اللجنة الدستورية المشتركة من المجلسين توقفت لقاءتها منذ يونيو الماضي تهدف في اجتماعها المرتقب الذي لم يحدد مكانا وزمانا الى وضع اطار دستوري او ربما مشروع دستور فهل سيكون اتفاقها حجر الاساس لادارة مرحلة مقبل الانتخابات الشاملة ويمهد الطريق للوصول الى تلك الغاية ام ان المستقبل يحمل المزيد من المفاجآت قال رئيس مجلس نوابع قيل صالح ان اتفاقه مع رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشي في القاهرة اقتصر على دعوة اللجنة الدستورية المشتركة للاجتماع مشيرا الى ان المشي لم يلتزم باتفاق بوزنيغا بشأن المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية على حد قوله واضف صالح في تصيحات تلفزيونية انهم لن يقفوا مكتف الايدي امام تأخر مجلس الدولة في ارسال ردوده قائلا ان الخلافة الجوهرية بين المجلسين حول مزدوج الجنسية هذا وبحث رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشي مع وفد من نقابة المحامين سبل تقريب وجهات النظر وزيادة التوافق بين المجلسين مجلسي النواب والدولة لحل الازمة السياسية والوصول الى الانتخابات في اسرع وقت اكد المشي خلال الاجتماع الذي عقد في ترابلس دعمه لاي جهود تفضي الى مزيد من التوافق بين المجلسين لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد وفق بيان صادر عن المكتب الاعلمي لمجلس الدولة وصف عضو مجلس النواب محمد حنيش كفة محاولات حل الازمة بداية من المؤتمر الوطني وحتى الان بالفاشلة حسب تعبيره واضح حنيش في تصيح خاص لقناة ليبيا الاحرار انه كان من مؤيد اجراء انتخابات برلمانية لكن اتضح انها ستعرقل من القوى الموجودة على الارض شرقا وغربا معرضا عن استغرابه من عدم طرح موضوع الدستور للاستفتاء عليه من الشعب حتى الان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيت برايس انهم على تواصل مستمر مع الاطراف الليبية من اجل الاتفاق على مسار لاجراء الانتخابات كما اعرب برايس في تصريح الاحرار عن تأييد او تأييده لدعوة الممثل الخاص الامين العام الامم المتحدة عضل باتيلي لكافة الاطراف في ليبيا للتوافق وانجاز المسار الدستوري في اقرب وقت وصولا الى الانتخابات قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبوننا بلاده كانت تتمنى ان تجرى الانتخابات في ليبيا العام الماضي معربا عن امله في ان تجرى نهاية العام الجاري ودعى تبوننا في كلمة له امام الحكومة الجزائرية المسؤولين الليبيين للتقارب ايجابيا فيما بينهم لاجراء انتخابات واخراج البلاد من النفق الذي دخلته قبل احد عشر عاما وفق تعبيره يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تحضيريا الاحد في طرابلس تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية في القاهرة الشهر المقبل هذا واصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبا قرارا يقضي بان يكون يوم الاحد اجازة بالجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق بلدية طرابلس الكبرى تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة اجتماع عربي في طرابلس فيه سيلتقي وزراء خارجية دول الجامعة العربية ومع على طاولتهم من ملفات حتما لن تخلو من الازمة الليبية والقضية الفلسطينية وربما ايضا تداعيات الحرب الاوكرانية على العواصم العربية يأتي المؤتمر التحضري لوزراء الخارجية سابقا لاجتماعهم الرسمي في القاهرة الشهر المقبل والحديث عن مصر يعيد للاذهان الخلافة بين حكومة الدبيبة والقاهرة فالاخيرة ترى حكومة الوحدة حكومة منتهية الولاية ما يدفع بتساؤلات حول مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري ومستوى التمثيل المصري في المؤتمر خاصة بعد انسحاب شكري من اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة إثر ترأس وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للاجتماع حدد الأحد موعد للاجتماع وبمناسبة انعقاده قررت حكومة الوحدة أن يكون يوم انعقاد الاجتماع عطلة رسمية في بلديات طرابلس الكبرى مستثنية من ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والتحضيرات لانعقاد المؤتمر تبرزها وزارة حكومة الوحدة وحول ذلك انعقد اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريات مع مدري إدارات ومندوبين عن الوزارة المعنية وكافة المكونات الأمنية المعنية باستقبال وتأمين المؤتمر يبحث الاجتماع الترتبات الأمنية وخطة التأمين والحماية وكلما يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات كما شكلت لذلك غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق والتواصل لإنجاح عملية التأمين وفيما تبدو العاصمة مستعدة لاستقبال المؤتمر العربي لاستحضر مراقبون الخلافات السياسية الداخلية بل والخارجية منها في وقت رحبت فيه جامعة الدول العربية بالاتفاق الجاري بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب هذا ونبهت مديرية أمن طرابلسا كافة المواطنين إلى إغلاق كامل كامل طريق الشط من جزيرة إسبان بتجرى إلى جزيرة سوغا ثلثا وطرق السكة وغابة النصر والظهر اعتبارا من الساعة السابعة صباحا يوم لاحظ القادم وارجعت مديرية أمن طرابلس الجمعة إغلاق هذه الطرق الرئيسية إلى انعقاد المؤتمر التحضيري لأزراء الخارجية العرب بالإضافة إلى توزيع دورية مكتب شؤون المرور والنجدة بالطرق المحاذية لتنظيم الحركة المرورية وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد ادبيبا قد قرر منح إجازة يوم الأحد للجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى مع مراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمن أعلنت رابطة ضحايا ترهن مساء الجمعة التعرف على هوية أحد المفقودين منذ عام 2019 بعد مطابقة نتائج تحاليل البصمة الوراثية وأضحت الرابطة أن المفقود سعد ما كانت قد اختتفته ميليشيا الكاني وعثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية بالمدينة هذا وكانت الهيئة قد أعلنت أمس الخميس التعرف على هوية أحد المفقودين منذ عام 2019 بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية ليرتفع بذلك إجمالي من تم التعرف على جثثهم من ضحايا ترهون خلال ديسمبر الماضي ويناير الجاري إلى 21 شخصا معنا عبر الهاتف من ترهون مرسل ليبيا الأحرار إبراهيم الكاسح إبراهيم دعنا في تفاصيل من تم التعرف عليهم والأجواء المصاحبة لذلك والظروف أيضا نعم آذن اليوم يعني أهالي مدينة ترهون قاموا بتشيع جثمان أحد ضحايا المقابر الجماعية وهو الفقيد سعد دوما الذي تم اختطافه من قبل ميليشيات الكاني شهر ستمبر 2019 طبعا تم التعرف عليه بعد مطابقة الحمض النووي مع دويل يرتفع عدد ضحايا المقابر الجماعية الذين تم التعرف عليهم خلال شهر يونيو الجاري إلى أربع مفقودين وترتفع الحصيلة يعني منذ تحرير مدينة ترهون إلى اليوم يعني إلى مئة وثلاثة وستون فقيد تم التعرف عليه من إجمال مئتان وتسعة وسبعون جثة تم انكشالها من عدة مواقع من المقابر الجماعية المنتشرة في بلدية ترهون كذلك يعني خلال شهر يونيو في هذه السنة 2023 يعني تم انكشال أحد عشر جثة حتى الآن يعني ثمانية منها من موقع مكبل النفايات وثلاثة جثة في موقع آخر وهو موقع موجود في طريق سالم بن علي في ترهون طبعا أهالي البحايا والمفقودين يطالبون هيئة البحث وتعرف على المفقودين بالإسراع في عملية التعرف على باقي الجثة التي لم يتم التعرف عليها ومن خلال مقابقة الحنب النووي ليتمكنوا من معرفة مصير أبنائهم وليتمكنوا من صلاة الجنازة عليهم ودفنهم بشكل يعني لائق وبشكل رسمي طبعا أيضا كما هو الحال في كل مقابلة وفي كل صلاة جنازة يعني أهالي الضحايا والمفقودين يطالبون النائب العام ويطالبون الدولة باتخاذ إجراءات واتخاذ خطوات حقيقية فيما يخص بالقبض على الجناة والقصاص العادل منهم وجبر الضرر للقصد نعم أذن طيب هل هل ثمت معوقات تواجه كل هذه الجهود بحسب متابعتك بالنسبة من خلال متابعة يعني من حيث يعني التعرف على باقي الجتة هيئة البحر التعرف عن المفقودين تشتكي من بعض الإمكانيات فأهالي الضحايا والمفقودين تطالب الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة للإصراع في عملية التعرف على باقي الجتة التي تم انتشالها خاصة وأن يعني بعض الجتة وصلت لسنوات وأهالي الضحايا والمفقودين ينتظرون معرفة مصير أبنائهم براس الليبي الأحرار إبراهيم الكاسح شكرا جزيلا لك أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيب للوفد الأمني المالطي الذي ضم على رأسه وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات أكد لهم مهمية تطوير التعاون بين البلدين وتعجيل افتتاح قنصلية ببنغازي بالإضافة إلى فتح المجال الجوي بين مطار ابنينة ومطار فاليتا في مالطة جاء ذلك خلال لقائهم بمقر الحكومة بحضور رئيس الأركان العامة محمد الحداد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير مكتب وزير الدفاع في الحكومة ووفقا للمكتب العالمي لرئيس الحكومة تناول الاجتماع التعاون الأمني الذي بحثته وزارة الداخلية مع الوفد الملطي والتأكيد على مخرجاته هل القوم في السر غير القوم في العلن تلك أميركا ترسل مدير استخباراتها وأيام حتى يصل نظيره مدير مخابرات أنقرة وأخيرا يحط المالطي رحاله في العاصمة فأي ملفات يصدحها مسؤول الظل للدبلوماسية وزير الدفاع رئيس المخابرات العامة لمالط آخر الواصلين التقاه البيبة ورئيس الأركان محمد الحداد وتناول تعجيل افتتاح قنصرية في بنغازي وفتح المجال الجوي بين مطار بنين ومطار فاليت بعد فتح بطرابلوس ومصرات أيام فقط فصلت هذه الزيارة عن سابقتها لرئيس المخابرات التركي هاكان في دان الظهر في صورة لها دلالتها جمعت برئيس مجلس الدولة خالد المشه ورئيس الحكومة عبد الحميد البيبة والنائب في الرئاسي عبدالله اللافي الملفات ذات الاهتمام المشترك محليا وإقليميا هي التي جمعت هذه الشخصيات وفق المتحدث باسم الحكومة قبله مدير الاستخبارات الأمريكية التقى رئيس الحكومة في طرابلوس التي أعلنت تناول الأول ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين وردت البيبة بأن هدفهم الاستقرار ودعم البلاد دولية من أجل وصول للانتخابات كما التقى أيضا خليفة حفتر في بنغازي دون أي تعليق من الاستخبارات الأمريكية النشاط الأمريكي كان مكثفا هذه المدة اذ تله رقاء القائم بأعمال السفارة واشنطن ليزلي أوردمان برئيس برلمان عقيل صالح لبناء الوحدة ورأب صدع الخلافات وتحقيق مطلب الشعب في اختيار قادته قبلها أكد لحفتر ضرورة توحيد الجيش تحت قيادة مدنية منتخبة وفق تعبير السفارة قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمود إن تضامن ليبيا مع تونس في هذه الظروف هو استجابة طبيعية لعلاقات الهوة بين البلدين والسنكر حمود في منشور له والتوظيف الأمر سياسي من قبل إياه إهانة لوجدان الشعبين وفق قوله شرح موديل أن علاقة الليبيين والتونسيين تتجاوز الجوار بل تمتد إلى علاقات المصاهرة والنسب والتاريخ المشترك وفق تعبيره أمر تنياب العمى بحبس المدير السابق لإدارة المتابعة بمصلحة الجمارك وسلفه احتياطيا على ذمة القضية ووفق ما نشره مكتب النائب العام الجمعة فإن التحقيق نائب النيابة في وقائع الاختلاس بتسلم الأمانات والمضبطات بالمصلحة أظهر تعمد المسؤولين أو المسؤولين السابق السابق وسلفه في مصلحة الجمارك اختلاسة مبارغ بمئات الآلاف من النقد الأجنبي تكفلت حكومة الوحدة الوطنية بعلاج الأطفال الذين يعانون من ضمور في الدماغ بمدينة طبرق والبالغ عددهم أربعة أطفال بنقلهم عبر طائرة تابعة لجهاز الإسعاف الطائري الأربعاء إلى مطار ميتيغا الدولي لتلقي العلاج اللازم وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقة العامة ببلدية طبرق صلاح فؤاد في تصريح خاص الأحرار وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة تواصلت مع البلدية للوقوف أكثر على هذه الحالات وتقديم الدعم اللازم لأسرهم بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو حول هؤلاء الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي وكانت تاليب الأحرار قد نشرت الأيام الماضية للتدخل لعلاجهم بعد أن ضاقت به السبل وهذه خطوة طيبة بردية طبرق لسقت هذا الأمر بوصول الطائرة في موعدها في مطار طبرق وإن شاء الله سينتقلوا أربع أطفال يعني ثلاثة أخوة وآخر أيضا من ذمور الخلايا الدماغ وإن شاء الله ربي يتممنوا الشفاء العاجل أحيى المركز الليبي لمحفوظات والدراسات التاريخية الذكرى الخامسة وستين لوفاة الزعيم بشير السعداوي تضمن البرنامج العام لهذه المناسبة ورقات تاريخية تناوب عليها أساتذة مختصونة في التاريخ السياسي تناولت الورقات سيرة هذا العالم ونضاله ومواقفه الوطنية وجولاته داخل وخارج البلاد وتأتي هذه النشطات من قبل المركز الليبي للمحفوظات في إطار انطلاق موسمه الثقافي لسنة الفين وثلاث وعشرين طبعا إذا أردنا أن نغوص في هذا الموضوع فهو كمركز الاستفادة هي تعود على المواطن بالدرجة الأولى تعود على الجيل الناشئ أو الناشئة يعني أنا متأكد أنه لو درنا الصبر آراء الآن للشارع الليبي أو على الأقل حد الموساد التعليمي من هو بشير السعداوي لن تجد من يعرفه فهذه فرصة أن نعرف برموزنا بقادتنا بنخبنا لأنه لا خير في أمة لا تحترم نخبها ولا تحترم زعمائها استحدثت كلية الصيدلة بجامعة طبرق أولى متحف متخصص في النباتات التي تدخل في صنع التركيبات الدوائية والذي يهدف لتعريف الطلاب على هذه النباتات واختصاصاتها نباتات وزيوت لطالما عرفت باستخداماتها في الوصفات الطبية الشعبية نهيك عن دخولها في التركيب الطبية وصناعة العققير نباتات تخصص لها كلية الصيدلة في طبرق معرضا خاصا لتعريف الطلاب عليها أكثر تم جمع عينات للأحشاب التي تستخدم في إنتاج العققير أيضا تم توطيق بعض الأحشاب الغير موجودة في الأعراض الليبية ولكن تم توطيق كصور لتقريب الطالب أقرب ما يكون الطالب أقرب ما يكون إلى الأحشاب التي تستخدم كعققير طبي تحقيق الاستفادة العملية كان الهدف من هذا المتحف عن طريق إخراج الطلاب من طرق التعليم التقليدية إلى طرق أخرى تحاكي هذه النباتات بشكل أقرب للطالب بغية اكتمال المعلومة يعني دخل محاضرة نظري تنزلت أخذها عملي بالكيفية هذه يستفيد أكثر الطالب عند المعلومة وصلت أفضل من أن يأخذ الشيط يعني مش هو يأخذ الشيط يأخذها عملي بالكيفية هذه أفضل المتحف يذفلنا أننا نتعرف أننا على المواد والنباتات المستخلصات والنباتات الطبيعية بشكل ملموس أكثر خطوة أخرى تخطوها جامعة طبرك لارتقاء بالعملية التعليمية في كلياتها الطبية خطوة تأتي ضمن خطة الارتقاء بالتعليم الأكاديمي في الجامعة عن طريق تحديث طرق إيصار المعلومات إلى الطلاب والخروج من دائرة الأوراق والشروحات التقليدية تم نشر هذا تذكير بأبرز عنوينها بعد تزايد الحراك الدبلوماسي دعوات لاستنف اجتماعات اللجنة الدستورية لإنجاز الإطار الدستوري للانتخابات استعدادات في طراب الاستعاقد اجتماعي وزراء الخارجية العرب وحكومة الوحدة تقر الأحد عطلة رسمية بالمناسبة رابطة ضحايا ترهونة تتعرف على هوية مفقود جديد ليرتفع اجمالي من تم التعرف عليهم خلال ديسمبر ويناير إلى واحد معاشين شخصا مزيد من التفاصيل زروا موقعنا على الانترنت لبلحرادو تيفي وبقية ملصاتنا على موقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا